ثم ما يلاقيه قطاع غزة من ضعف النظام الرسمي العربي وتواطئ البعض مع العدو الإسرائيلي وأمام كل ذلك كان لابد للشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لابد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي